النادي الاهلي كهرباء النهاردة كان المفروض عنده تصوير جوه النادي الاهلي مش عارف بالزبط تصوير ايه هل كان اعلان هل كان حاجة ليها علاقة ببرومو مثلا في النادي الاهلي ايا كان كان معاده الساعة خمسة اتأخر كان الساعة ثلاثة ما جايش الساعة ثلاثة فضلوا يتواصلوا معاه ما وصلش لغاية ما جيه خلاص التصوير ما بقاش موجود الساعة خمسة تجمع الفريق عشان التدريب الساعة ستة خمسة ما بيردش على التليفون خمسة ونص ما بيردش على التليفون ستة بدأ التمرين خلص التمرين لم يأتي كهرباء لم يصل الى كهرباء اي شخص وبالتالي دون اعتذار اختفى كهرباء من التدريب النهاردة ربنا يطمن عليه ويكون تمام والدنيا تمام لكن ده الوضع اللي حصل النهاردة في التدريبات حصل تواصل من بعض اللاعبين مع بعض المقربين من كهرباء عشان يسألوا عليه وبرضو ما عرفوش يوصلوا لمحمود عبد المنعم كهرباء لكن بكرة منتظر بكرة التدريب الاخير قبل الراحة بتاعة الاربع قبل ما الفريق يتجمع بيت دوليين يوم الخميس قبل ما يسافر يوم الجمعة الى كينيا لمواجهة جرمايا الكيني فإحنا منتظرين بكرة عشان يكون كهرباء موجود طبعا ما زالت القصة الخاصة بالعروض السعودية بهل سيرحل هل سيبقى مستمرة حتى نهاية فترة الانتقالات المصرية طبعا العروض بغض النظر بقى تبقى في يناير ولا هينتقل الى فريق مصري لسه دي كلها هتتضح او سيبقى في النادي الاهلي احد من تواصلوا مع كهرباء او مع المقربين من كهرباء عشان يعرفوا فين كان امام عشور النهاردة امام عشور ورام انك مش هتلاقيله صور في تدريبات النادي الاهلي لكنه كان موجودا في التدريبات كاملة بحسب معلوماتنا خاض التدريبات كاملة ويعلن عن جاهزيته لمواجهة جرماهية ان شاء الله للاهلي هيسافر لها يوم الجمعة في بداية رحلة الدفاع عن اللقب القاري المتوج به الاهلي في اخر نسختين امام عشور كان موجود مع المنتخب لكن استبعد بسبب الاصابة بحسب ما اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبل المباراة وكانت الاصابة زي ما انتوا عارفين زي ما بين لكم يعني ما كانتش تمنعه لكن المنتخب فضل قال لا تتفاقم الاصابة هل بقى معلومتنا هل كان يعرف يلعب المباراة كان ممكن يلعب المباراة يتتفاقم الاصابة وكده كده بحسب معلومتنا امام عشور ما كانش هيلعب اساسي في المباراة بتاعة الرأس الاخضر فبقى اني مش هلعب طب ما انا مصاب طب خلاص ما تبقاش موجود ده اللي حصل طيب بالمناسبة الاصابات واللعبين اشرف داري النهاردة منتخب المغرب بيلعب دلوقتي مع منتخب لسوتو وهقول لكم النتيجة كام كام لكن تحت قيادة وليد الركراكي كان هيبدأ المباراة اساسيا اشرف داري ترجمة نانسي قنقر